تقف محافظة إدلب شمال غرب سوريا على شفى معركة قد تقلب موازين النفوذ على الأرض فالحشود العسكرية التابعة للقوات النظامية السورية على مشارف إدلب تنظر باختراب بدء المعركة في أي لحظة بعد أنباء نشرتها وسائل أعلام غربية نقلا عن مصادر حكومية سورية أن البرحلة الأولى من الاستعدادات للهجوم على إدلب أو شكت على الاكتمال وبحسب المصادر ذاتها فإن الهجوم سيستهدف المناطق الجنوبية والغربية وليس مدينة إدلب نفسها في محيط ما يجري في إدلب ثم تحراك دولي تجاذب أطرافه خيوط التحذير من مغبة عمل عسكري يعرض أرواح المدنيين للخطر وأخرون يؤيدون التحرك العسكري باتجاه إدلب وأبدى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا استعداده للذهاب إلى إدلب من أجل تأمين ممر إنساني لإجلاء المدنيين إن مسألة تجنب الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية أمر حاسم وهو غير مقبول على الإطلاق كلنا ندرك أن كل من الحكومة وجبهة النصرى لديهما القدر على إنتاج الكلور كسلاح الخوف من تكرار سيناريو الهجمات الكيميائية على الغوط الشرقية في معركة إدلب دفع الولايات المتحدة لتحذير النظام السوري وحلفائه في موسكو مجددا من أنها سترد على أي استخدام لسلاح كيميائي ما نشعر بالقلق بشأنه ليس فقط احتمالية شن هجوم كيميائي على إدلب ولكننا قلقون بشأن التهديدات بأن أي نوع من تصعيد العنف في المدينة من شأنه أن يعرض المدنيين والبنية التحتية فيها للخطر وقد شاركنا هذه المخاوف التي لدينا حول أي هجوم محتمل على إدلب مع الحكومة الروسية على مستويات عديدة من الوزير بومبيو إلى رئيس الأركان دانفورد وكذلك إلى الوزير ماتس ومستشار الأمن القومي بلطن والسفير جيم جيفري وغيرهم مع نظرائهم وأعلمناهم بموقفنا بوضوح تام في المقابل يتأرجح الموقف الروسي بين تصريحات دبلوماسي موسكو بحديثهم عن التسوية السلمية للأزمة وبين تحركات الجيش الروسي في ميدان الأحداث إنه أمر غير مقبول أن يستخدم الإرهابيون منطقة خفض التصعيد في إدلب لشن هجمات على الجيش السوري واستخدام الطائرات من دون طيار لمهاجمة القاعدة الجوية الروسية تأتي التدريبات العسكرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط بمشاركة عشرات القطع الحربية بضمنها غواصات وطائرات بالتزامن مع تحذيرات السفير الروسي في واشنطن مما سماه أي اعتداء غير شرعي على سوريا على خلفية تقارير عن تحركات لواشنطن وحلفائها لضرب دمشق في حال شنها هجوما على إدلب في تناقض للموقف الروسي بات مثار قلق للقوى الدولية ترجمة نانسي قنقر